شكري يبحثوا مع نظيره الكويتية الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين النصرية والكويتية حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق أعدد ضحايا فيروس كورونا في العالم يتجاوز 17 مليون إصابة والصحة العالمية تدعو إلى الاستعداد لجائحة طويلة الأمد الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة الثانية بتوقيت جرينيتش موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل مرحبا بكم بحث وزير الخارجية سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي أحمد ناصر محمد الصباح الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية وذلك في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقة المميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطن البلدين المقيمين في كل منهما وقد أكد وزير الخارجية الكويتي أن قرار وقف رحلات طيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة على أن يتواصل وزير الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلا لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا بنظيره الجزائري صبري بقدوم في إطار التنصيق الدائم بين البلدين الشقيقين وأشارت الخارجية في بيان لها إلى أن الوزيرين ناقشا عددا من القضايا المؤثرة على الاستقرار الإقليمي والأمن القومي العربي كما تطرقا إلى الترتبات للقاء قريب بينهما لمواصلة متابعة القضايا محل الاهتمام المشترك وجه محمود شعروي وزير التنمية المحلية كافة المحافظات بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية على المستويات كافة استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ والتي ستعقد يومي الحادي عشر والثاني عشر من الشهر الجاري جاء ذلك خلال اجتماع نعقده شعروي اليوم بالوزارة مع مدير غرف العمليات والأزمات والمتابعة بالمحافظات حيث شدد على ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية ومراعاة للتباعد المكاني بين الحجيج حفاظا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم وقد تم نقل أفواق ضيوف الرحمن إلى جسر الجمرات وفق خطة تفصيلية إجرائية ووقائية لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن وصحي أشهد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانون بالمملكة العربية السعودية فيما طبقته من إجراءات احترازية خلال تنظيم موسم الحج هذا العام ودع تدرس سائر الدول إلى تطبيق مثل هذه الإجراءات للتكيف مع الحياة العادية الجديدة مع وجود وباء كورونا أودو أن أبدأ بتهنئة كل المسلمين بعيد أطحى مبارك وودو أن أهنئ المملكة العربية السعودية على الخطوات التي طبقتها لجعل حج هذا العام آمنا قدر الإمكان هذا دليل قوي على نوع تدبير التي يمكن للدول بل يجب عليها أن تعتمدها للتكيف مع الحياة العادية الجديدة الأمر ليس سهلا لكنه ممكن أجواء روحانية تهيمن على مشاعر المسلمين في كل أنحاء الأرض خاصة في الأراضي المقدسة في ثاني أيام تشجق الثلاثة بدأ حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاثة مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقدة وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيق حفاظا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم ويبدو للعيان أن تحركات الحجاج وخطة تفويج نحو منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاثة تجري وفق خطة تفصيلية إجرائية وواقائية وذلك لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن صحيا بوضع مصارات ملونة محددة تحدد حركة الحجيق إضافة إلى المتزاقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافد الحجيق في رمي الجمرات بمتابعة ميدانية مباشرة من وزارة الحج والعمرة وبتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم حج هذا العام المملكة العربية السعودية أعلنت أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة مع عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في المشاعر المقدسة كما أعلنت المملكة استكمال جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة في المسجد الحرم لاستقبال حجاج بيت الله الحرم لآداء طواف الوداع وبعد الانتهاء من الرمي في مشعر ميناء يتوجه ضيوف الرحمن إلى مقر سكنين في مشعر ميناء استعدادا للذهاب إلى مكة المكرمة لآداء طواف الوداع في تراجع لمعدل الإصابات بفيروس كورونا لأول مرة منذ ثلاثة أشهر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاء السبت كما أعلنت الصحة ارتفاع عدد حالة الشفاء من مصابي الفيروس إلى أكثر من 41 ألفا وخروجهم من المستشفيات بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية تجوز أعداد ضحايا فيروس كورونا في العالم 17 مليون و600 ألف إصابة وأكثر من 680 ألف حالة وفاء بينهم قرابة 200 ألف في منطقة أمريكا اللاتينية والكريبي هذا وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن مستوى المخاطر العالمية لكورونا مرتفع للغاية دعية إلى استجابة وطنية وإقليمية ودولية وحذرت لجمة الطوارئ في المنظمة التي تعقد اجتماعا منذ الجمعة للمرة الرابعة من أجل إعادة تقييم الجائحة من أن أمدها سيكون طويلا وللمزيد من المتابعين ينضم إلينا عبر الهاتف من روما الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية دكتور فؤاد بعد التحية كيف تتابع آخر تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم وفي أوروبا على وجه الخصوص مساء الخير للجميع بالنسبة للإحصائيات اليوم في العالم زي ما تفضلت أجد من 17 مليون هذه الأركام موجودة تقريبا في 15 دولة في 15 دولة موجودة تقريبا 92% من المصابين في أوروبا أجد من 3 مليون إصابة ونقسم الدول 15 دولة خصوصا اللي فيها إصابات عالية دول اللي موجودة في المرحلة الثانية للموجة الأولى والدول اللي خلصت تقريبا المرحلة الثالثة في الدول اللي موجودة في المرحلة الثانية مثل أمريكا وأمريكا اللاتينية والإهد والبراديل ارتفاع يوميا بالإصابات وأخر شهر تقريبا سجلنا أجد من مليون إصابة في السبوع في العالم بالنسبة لأوروبا للأسف في إحنا موجودين في المرحلة الثالثة في ارتفاع عدد الإصابات من تقريبا شهر سبعة خصوصا إصابات أشخاص قادمين من الخارج من البنجلديش من رومانيا من بولغاريا من عديد من الدول عشان هيك إيطاليا ونفس الإشي إسبانيا سكروا الحدود والمواصلات بين عديد من الدول إيطاليا سكرت أول إشي ثلاثتاشر دولي وبعدين ثلاث دول واليوم بتراكب أغلب القادمين من رومانيا ومن بولغاريا ومن البنجلديش عشان هيك بزياد عدد المصابين اللي قادمين من الخارج نعم دكتور فؤاد التقسيم الدول بين المرحلة الأولى والثانية والثالثة يأتي على أي أساس؟ يأتي على أساس أن إيطاليا وأوروبا لما بدأنا في المرحلة الأولى للموجة الأولى لأننا نعتقد فيه بس موجة أولى ولا يكون موجة ثانية إلا لما تنتهي الموجة الأولى نهائيا إحنا في إيطاليا وفي أوروبا وعديد من الدول اللي كانت فيها الإصابات موجودين في المرحلة الثالثة لأن موجة الفيروس ستتكسم إلى ثلاث مراحل بس شو أمريكا وأمريكا اللاتينية والهند والبرازيل لما كان الإصابات عالية في إيطاليا كانوا ما أخذوش إجراءات عشان يكاوم الفيروس أو دخول الفيروس ونفس الإشه الحكومات نفسها والرئيس أمريكا ورئيس البرازيل يعملوا تصريحات غير مفيدة للشعب عشان هيك هم موجودين في المرحلة الثانية وبارتفاع المنحنة وحاليا في العالم المنحنة موجود بارتفاع وبتأمل في السبعين القادمات يكون باستقرار وعشان يبدأ النزول للأسف لو هذه الحكومات عملوا إجراءات وعملوا نصيح وإرشادات وعملوا حجر ستحي زي ما عملت إيطاليا لمدة شهرين تقريبا إن كان اليوم لم نسجل هذه الأرقام الكياسية نعم أشكرك الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية كنت معنا عبر الهاتف من روما شكرا جزيلا لك قالت سلطة طيران المدني العراقي اليوم إنه تم تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا من ناحية أخرى أعلنت محافظة ديالة العراقية تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و162 حالة شفاء وحالة واحدة خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في المحافظة إلى أكثر من 3900 إصابة وعدد الوفيات إلى 132 حالة أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم تسجيل 693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 25.015 حالة وفاء وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية أنه جرى تسجيل 14 حالة وفاء ليصل عدد المتوفين بسبب الجائحة إلى 367 حالة أعلنت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا تجاوز مؤشر الإصابات بفيروس كورونا 500 ألف إصابة وبلغ عدد الوفيات جرى الفيروس أكثر من 8200 حالة وفاء لتصبح بذلك جنوب إفريقيا أكبر بؤرة لوباء فيروس كورونا في القارة السمراء بعد استحواذها على أكثر من نصف إجمالي عدد الإصابات في إفريقيا يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في دول العالم رغم إعلان العديد من الدول تخفيف الإجراءات الاحترازية وعودة الحياة إلى طبيعتها خاصة في قارة أسيا حيث تصعد مؤشر الإصابة بفيروس كورونا في الصين بمعدل بطيء وسجلت اليوم نحو 49 إصابة جديدة كل الشواهد والمؤشرات الخاصة فيروس كورونا المستجد تؤكد تواصل انتشاره رغم بارقة الأمل التي رسمتها بعض الدول حول انتهائه ورفعها للعديد من القيود الاحترازية لا سيما في القارة الأسيوية في الصين يتصعد مؤشر الإصابة فيروس كورونا المستجد بمعدل بطيء مسجلا لليوم الأحد نحو 49 إصابة جديدة بينما سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 125 إصابة العاصمة اليابانية توكيو سجلت 292 إصابة جديدة فيروس كورونا بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة 400 حالة خلال اليومين الماضيين فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في الفلبين الأكثر من 98 حالة بينما تجاوزت حصيلة الوفيات 2000 حالة إندونيسيا سجلت 1520 إصابة و43 وفاة جديدة ليصل إجمال الوفيات إلى 5236 حالة فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة فيروس كورونا المستجد في أفغانستان إلى نحو 37 ألف حالة وبلغت الوفيات نحو 1283 حالة الوضع في كوريا الجنوبية شبه مستقر حيث سجلت 30 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما بقي عدد حالات الوفاة عند 300 حالة دون تسجيل حالة وفاة إضافية أما في شبه القارة الهندية ارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا إلى أكثر من مليون و750 ألف حالة فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 37364 حالة بعدما سجلت اليوم الأحد أكثر من 850 حالة وفاة جديدة أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية حالة الطوارئ بعد تسجيل 671 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد وكانت قد سجلت 397 حالة قبلها بيوم وقال رئيس وزراء الولاية دونيال أندروز إن القيود الجديدة التي ستبقى سارية المفعول لمدة 6 أسابيع حتى منتصف سبتمبر تسمح لشخص واحد فقط من كل أسرة بالذهاب للتسوق مرة واحدة في اليوم مضيفا أنه لن يتمكن سكان عاصمة الولاية ميلبورن من الابتعاد عن منازلهم لمسافة تزيد عن 5 كيلو مترات وفي روسيا تم تسجيل 5400 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 850 ألف إصابة كما تم تسجيل 70 حالة وفاة بالفايروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما يمثل أقل معدل للوفيات اليومية جراء الإصابة بالفايروس منذ نحو شهرين وأعلن وزير الصحة الروسية ميخايل موراشكو إن اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد سيكون مجانيا ومتاحا للجميع موضحا أن حملة التلقيح ستنطلق في روسيا خلال شهر أكتوبر المقبل منع بلجيكا السفر غير الضروري إلى عدد من المناطق في إسبانيا وسويسرا وفرنسا بسبب وباء كورونا على أراضيها ويفرد على المسافرين القادمين من هذه المناطق إجراء فحص والخضوع للحجر وتعد بلجيكا واحدة من الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات بالمقارنة مع عدد السكان بلغ 85 وفاة لكل 100 ألف نسمة في بلجيكا أيضا حثت حاكمة مقاطعة أنترابيل زائرين على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بعد زيادة سريعة في حالة الإصابة بفايروس كورونا خلال الأسبوع الماضية وأشارت إلى أن قيود الإغلاق لن يتم تخفيفها في وقت مبكر إذا تركزت معدلات الإصابة في مقاطعة بعينها ما يقرب من نصف الإصابات الجديدة التي نراها يوميا في بلجيكا تسجل في منطقة أنتورب وهذا يعني أن المرض ينتشر حقا في أنتورب كما حضرت السلطات في بلجيكا من موجة انتشار ثانية محتملة في البلاد وشددت إجراءات التباعد الاجتماعي بالفعل هناك موجة ثانية تبدأ وتبدأ بسرعة تدين حقا أنه إذا لم تحترم قواعد التباعد الاجتماعي فإن هذه العدوى تنتشر بسهولة بالغة مرة أخرى نطلب إجراءات رئيسية في بلجيكا لبدء السيطرة على الفيروس مرة أخرى تجاوز عدد حالات الوفيات في أمريكا اللاتينية جراء فيروس كورونا المستجد 200 ألف حالة وذلك مع دخول الوباء منعطفات جديدة بالقرة تهدد بتعطيل جهود إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية على نحو مضطرد لا تزال حصيلة الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في تزايد مستمر في أمريكا اللاتينية حيث تجاوز عدد حالات الوفيات بالقرة 200 ألف وفا مما يؤكد وضع المنطقة كواحدة من البؤر العالمية للجائحة فقد سجلت وزارة الصحة البرازيلية 45 ألف و392 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 2.7 مليون حالة فيما تم رصد 1.088 حالة وفا جديدة بسبب الفيروس لترتفع حصيلة الوفيات في البرازيل إلى 93.563 حالة وفي كولومبيا ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 306.181 حالة وذلك عقب تسجيل 10.673 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة كما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس في البلاد لتصل إلى 10.330 حالة وذلك عقب تسجيل 225 حالة وفا جديدة وبخلاف الولايات المتحدة سجلت البرازيل والمكسيكا وذلك عددا أكبر من الوفيات جراء الفيروس مقارنة بأي دولة أخرى وتمثلان معا حوالي 70% من حصيلة الوفيات في المنطقة جهود مضنية تبذلها بلدان قارة أمريكا اللاتينية لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى الحد من انتشار الفيروس بتدبير السلامة المقيدة ومحاولة إعادة فتح اقتصاداتها التي تضررت من الأزمة ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كرون المستجد في المكسيك إلى أكثر من 434 ألف حالة وذلك عقب تسجيل 9556 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية كما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى أكثر من 47 ألفا وذلك عقب تسجيل 784 حالة وفاة جديدة استخدمت الشرطة الإسرائيلية القوة لتفريق مظاهرة خارج المقر الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تطالبه باستقالته واعتقلت نحو 12 شخصا واحتشد ما يقدر بنحو 10 ألاف شخص في ساحة باريس في القدس للمطالبة باستقالة نتنياهو في أكبر تجمع حتى الآن من قبل حركة ناشئة مناهضة للحكومة الإسرائيلية معظمهم من الشباب والناشطين الجدد وقالت حركة العالم الأسود في بيان إنها تأمل أن تسمع السلطات لهم بالبقاء واستمرار الاحتجاجات فيما يواجه نتنياهو اتهمات بتلقي رشا والاحتيال وخيانة الأمانة في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس تجمع عدد من أحزاب المعارضة للاحتجاج ضد الإصلاح القضائي الذي أعلن عنه الرئيس ألبيرتو فرنانديز في ميدان بيونس آيرس بالعاصمة الأرجنتينية تجمعت أحزاب المعارضة للاحتجاج ضد الإصلاح القضائي الذي أعلن عنه الرئيس ألبيرتو فرنانديز وتعالت أصوات المعارضة ضد الرئيس السابق للبلاد ونائب الرئيس الحالي كريستينا فرنانديز دي كريشنر والتي تم التحقيق معها لاتهامها بعدة قضايا فيدرالية لجرائم تتعلق بفترة حكمها من 2007 إلى 2015 إنهم يحاولون حماية الرئيس السابقة إنه اتفاق بين الرئيس الحالي ألبيرتو فرنانديز والذي سيقوم من خلاله بالإعلان عن العفو عنها قبل أن يترك مكتبه وتواجه كريشنر تهما تتعلق بقضايا فساد منها تلقي روشا والتي عرفت بقضية دفاتر فساد خلال فترة حكمها حيث أنها متورطة في قضايا التستر على منظمات إرهابية واستغلال نفوذها بعد ملاحقة متورطين قضائيين مقابل صفقات اقتصادية مغرية بالإضافة لتهم الاستيلاء المتعمد على الأموال العامة وكشف الرئيس الحالي عن مبادرة للإصلاح القضائية الذي يهدف لتحقيق محاكمة مستقلة للسلطة السياسية مع شفافية مطلقة على حد قوله لكن حزاب المعارضة ترى أن الهدف الحقيقي لهذا الإصلاح هو حماية كريستينا والمسؤولين في إدارتها والذين يواجهون تهم فساد ومن أبرز النقاط التي أثارت الجدال لدى حركات المعارضة أن محامي كريستينا الخاص وواحد من ضمن المجلس المكونة من 11 قاضيان الذين سيقومون بالإشراف على الإصلاح القضائي أعربت مصر عن تضامنها مع جمهورية السودان الشقيقة إثر حادث انهيار سد بوت بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد مسفرا عن تدمير مئات المنازل وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها وقوف مصر جنبا إلى جنب مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات هذا الحادث من منطلق الروابط الأخوية التي تربط شعبي واد النيل والعلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير التي تجمع البلدين وصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ الإجراءات والقطة الأمنية ونشر الأقوال والارتكازات الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكفة المحاور والمنشآت المهمة والحيوية فضلا عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأطحى المبارك في كل مكان تجيدهم مهمتهم التأمين وبث طمأنين في نفوس المواطنين هم رجال الشرطة يقومون بحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار رفعوا درجة التأهب والاستعداد خلال أيام عيد الأطحى المبارك من خلال تمركزات أمنية أمام الحدائق والمتنزهات تفرد الأمن والانضباط وتتابع مدى الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بغلقها ومنع المواطنين من التردد عليها في إطار الإجراءات الوقائية التي تطبقها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا ومنها غلق الحضائق والمتنزهات وهو قرار يسري أيضا خلال أيام العيد كما تتابع الخدمات الأمنية تنفيذ قرار منع انتظار المركبات بطرق القرنش بجميع المحافظات الجمهورية والمطبق خلال أيام عيد الأضحى المباركة وإلى وسط المدينة التي تزدحم جدور السينما والمسارحة وتشد توافودا من المواطنين عليها في ظل فتحها أمامهم وبما لا يزيد على النسب المسموح بها والمحددة من قبل مجلس الوزراء من طاقتها الاستعابية كان هناك وجودا وانتشارا أمنيا من خلال الأقوال والخدمات الأمنية لتطبق القانون بكل حسم على الجميع إضافة إلى العمل على منع أي زحام أو تكدسات أمام تلك الأماكن غرف العمليات المركزية بكل مدرية أمن والتي ترتبط بغرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية تتابع على مدار اليوم الحالة الأمنية ورصد أي إخلال بالأمن العام لتوجيه الخدمات الأمنية لسرعة التعامل معها وقد تم تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام وحماية وتأمين المواطنين وفقا لمنظومة أمنية متكاملة على أعلى درجة من التآهب والاستعداد لمواجهة المستجدات الأمنية وتعامل مع أي خروج عن القانون ومواجهة المواقف الطارئة لبث طمأنين في نفوس المواطنين عبدالبركات التلفزيون المصري على الرغم من العطلات الرسمية في الأعياد والمناسبات الوطنية لجميع العاملين إلا أن هناك العديد من المهن التي تواصل تقديم خدماتها للمواطنين ومنها هيئة الصرف الصحي على الرغم من العطلات والأجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات لجميع العاملين بالدولة إلى أن هناك العديد من المهن التي تستمر في تقديم خدماتها للمواطنين على مدار اليوم بدون أجازات ومنها شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى عيد الأطهر بنعمل حالة طوارئ في الشركة بحيث كل الناس بتتواجد من مهندسيين ومديرين وجميع المسؤولين وقيادات وطبعا العمالة والناس المسؤولة عن السوائين والتطهير والكلام ده كل الناس بتتواجد في مواقع عندنا في كل حي في مركز خدمة بيقدر يتعامل مع الأحداث أول ما تحصل أي بلاغ الناس بتتقدم على طول بتحل المشكلة وفي مواقع رئيسية مركزية زي المكان اللي احنا فيه ده مكان مركزي بحيث الموقع اللي فيه المشكلة لو ما قدرش يسيطر على المشكلة دعم المركزي بيتحرك من هنا أو من جسر السويس بحيث ندي دعم بحيث نحل المشكلة بأسرع وقت ممكن تم وضع خطة طوارئ للتعاون مع عيد الأطحر المبارك والذي يشهد تعديات على شبكات الصرف الصحي من خلال إلقاء المخلفات الخاصة بالأضاحي في الشبكة بنحط خطة طوارئ للأعياد والعطلات بنشتغل بكامل القوة خلال 24 ساعة ففي العيد بنحط خطة طوارئ للعيد مكونة من مهندسين وفنيين وسوائين وعمال وفيه فرق صيانة طبعا بنركز في العيد على الأماكن اللي فيها المجازر والأماكن اللي فيها الأضاحي وبنبدأ نركز في عمليات التطهير حتى لا يحدث طفحات أو أماكن للقاطة للصرف الصحي الشركة تقوم بتغطية حوالي 94% من مساحة القاهرة الكبرى وتقوم بمعالجة 3 ملايين متر مكعب من الصرف الصحي حيث تحول منظومة 6 محطات معالجة و129 محطات رفعة على الرغم من أن العطلات الرسمية في الأعياد لجميع العاملين في الدولة إلى أن هناك العديد من المهنة التي تقدم خدماتها على مدار الأيام في العطلات الرسمية وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطن المصري منذر بضوح النيل فانوراماني المتواصلة معكم نتابع فيها بعض أخبار الاقتصاد إعصار اسيس يضرب جزر البحامة متجهاً صوب ولاية فلوريد الأمريكية مشاهدين ونتحول الآن إلى الزميل محمد عبد الحكم وباقى من أهم الأخبار الاقتصادية أخبار المال والأعمال إليك محمد شكراً لك يا غادة أهلاً بكم مشاهدين الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية أبرز ما فيها تنظيم الاتصالات يصدر تقريره لنتائج قياسات شهر يونيو لجودة خدمات الصوت والإنترنت أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات شهر يونيو لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر وتم رصد تحسن بالخدمات بتسع مناطق بنتائج شهر يونيو من إجمالية خمسة وخمسين منطقة كانت تعاني من سوء الخدمة في شهر مايو الماضي وتتم إجراءات اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من سبعة وعشرين ألف كيلومتر من المناطق المأهولة بالسكان في مصر والمقسمة إلى ما يقرب من واحد وثمانين مدينة وحية وتمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الألاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمة البيانات للمحمول قال وزير المالية محمد معيت إن العام المالي الحالي ألفين وعشرين ألفين وعشرين يشهد زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الحكومي على الاستثمارات بمختلف المجالات بما يسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة على ضوء رؤية مصر ألفين وثلاثين وأضاف معيد في بيان اليوم أنه تم تقسيس مئتين وثمانين فاصل سبعة من عشر مليار جنيه للاستثمارات الحكومية في موازنة العام المالي الحالي منها نحو مئتين وخمسة وعشرين مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة والمصادر الأخرى بزيادة تتجاوز خمسة وثلاثين بالمئة عن العام المالي الماضي ويأتي ذلك بخلاف التمويل من الموارد الذاتية للعديد من الهيئات والصناديق والحسابات الخاصة بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ورفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة أصدرت مصلحة الضرائب قرارا بإلزام الشركات بإصدار فواتير ضربية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات اعتبارا من الخامس عشر من نوفمبر القادم وقال رضا عبدالقادر رئيس المصلحة في بيان إن القرار يأتي تنفيذا لقرار وزير المالية بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لجهة الإصدار وكذلك القود الموحد الخاصة بالسلعة أو الخدمة محل الفطورة المعتمدة من مصلحة الضرائب وتعمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة التحول الرقمية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبية أعلنت وزارة التموين عن انتظام عمل المخابز في المواعيد الرسمية دون توقف أو ازدحام خلال أيام عيد الأطحى المباركة وشدد وزير التموين علي مصلحي على ضرورة قيام المدريات التموينية بالمحافظات بالمتابعة المستمرة والقيام بالجوالات الميدانية وتهدف تلك الجوالات التأكد من انتظام العمل في كافة المنشآت التموينية والمرور على محطات الوقود ومستودعات البتجاز والأسواق والمحال التجارية ومحال بيع اللحوم للتأكد من توفر السلع بكميات وأسعار مناسبة وبجودة عالية أكد رئيس جهاز التمثيل التجاري أحمد مغوري أهمية التنصيق مع المجالس التصدريات لتعظيم الاستفادة من جهود المكاتب التجارية بالخارج لتعزيز صادرات المنتجات المصرية وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الجهاز مع المجلس التصدري للغزلة والمنسوجات والمجلس التصدري للملابس الجاهزة لوضع خطة عمل تنمية الصادرات السلعية ذات الأهمية على رأسها المنتجات النسيجية والملابس وذلك للحد من الأثار السلبية لتدعيات فيروس كورونا وتنولت الاجتماعات سبل التغلب على العقبات التي تواجه نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية مع الاهتمام بتوفير التقنيات الإلكترونية للتواصل مع الشركات المستوردة ناية والوقف الاقتصادي نعود من جديد إلى زميلة غدا فروليك غدا شكرا لك محمد اكتح إعصار شديد يطلق عليه إيسياس أرخبيل بهاما متجها إلى ولاية فلوريدا الأمريكية المتضررة بشدة من تدعيات انتشار فيروس كورونا وقد أعلنت سلطات الولاية حالة الطوارئ في المقاطعات الواقعة على الساحل الشرقي لها دعية السكان إلى تخزين المواد الغذائية في طريقه لولاية فلوريدا الأمريكية ضرب إعصار إيسياس جزر البهاما قبل أن يقترب من الأجزاء الجنوبية الشرقية من الولاية ويتقدم نحو الساحل الشرقي للولايات المتحدة مركز الأعصير الوطني الأمريكي أفاد أن إيسياس كان محملا برياح قوية بلغت سرعتها 140 كيلو مترا في الساعة بالقرب من عاصمة البهاما وذكر أن مركز الإعصار يقترب من جزيرة أندروز في البهاما والجزر الواقعة في وسط وشمال غرب البهاما ما يؤدي لخطر حدوث موجات مد تصل إلى ما يربو على متر ونصف المتر فوق مستويات المد الطبيعية ودفع الإعصار وهو إعصار من الدرجة الأولى على مقياس سفير سيمبسون المؤلف من خمس درجات دفع السلطات في أجزاء من فلوريدا إلى إغلاق مراكز فحص الإصابة بمرض كوفيد-19 كما دفع الناس لتخزين المواد الغذائية ومن المتوقع أن يصاحب الإعصار أمطار غزيرة تهطل على ساحل الولاية المطلة على المحيط الأطلسي قبل أن يضرب المناطق الشرقية من كارولينا الشمالية خلال الإسبوع وأعلن حاكم ولاية فلوريدا حالة الطوارئ في 12 مقاطعة تطل على المحيط الأطلسي كما اتخذ حاكم ولاية كارولينا الشمالية نفس القرار لمواجهة آثار الإعصار فانوراماني المتواصلة معكم نتابع فيها بعد أخبار الرياضة آلاف السكان يفرون هربا من إيران الحرائق بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية أعلنت سلطة مقاطعة ريفر سايد بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن نحو ثمانية ألاف من سكان المقاطعة أضطروا لإخلاء منازلهم جراء اندلاع حرائق في الغابات ببلدة شيري فالي شرق لوس أنجلس هربا من إيران الحرائق قالت إدارة الإطفاء في منطقة تريفر سايد بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن الألاف من سكان المقاطعة اضطروا لإخلاء منازلهم بعد انتشار حريق غابات دون سيطرة عبر أكثر من أربعة ألاف فدان وتم الإبلاغ عن الحريق في بلدة شيري فالي شرقي لوس أنجلس وهي منطقة غير مدمجة بالقرب من مدينة بومون في مقاطعة تريفر سايد ودمرت الحرائق عددا من المنازل وأظهرت صور وزعتها إدارة الإطفاء في مقاطعة تريفر سايد على تويتر أعمدة كثيفا من الدخان تملأ الأجواء فوق تلك المنطقة الجبلية عفقا لمسؤولي الإطفاء تم إبلاغ حوالي 7800 شخص بإخلاء أكثر من 2500 منزل حيث تضاعف حجم الحريق الذي أطلق عليه اسم حريق أبل أكثر من 25 كم مربعا والتهمت النيران في البداية 700 فدان بجنوب كاليفورنيا ثم تزايدت وتسعت مساحتها لتلتهم 4125 فدانان وفقا لإدارة الحرائق بالبلاد وإدارة كاليفورنيا للغابات والحماية من الحرائق وقالت السلطات أن اللهب قفز على أطول قمم التلال الصغيرة واقترب من المنازل بينما تعامل معه 375 من رجال الإطفاء من الأرض والجواء يخضع مئات الأشخاص في أحياء التلال شمال بومونتا تحت أوامر الإخلاء الإلزامية وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من الحرارة المفرطة حيث وجدت جنوب كاليفورنيا نفسها في خضم موجة حر حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستوى 41 درجة مئوية في بالم سبرينز شكري يبحث مع نظيره الكويتي الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريك عدد ضحايا فيروس كورونا في العالم يتجاوز 17 مليون إصابة والصحة العالمية تدعو إلى الاستعداد لجائحة طويلة الأمد ختم بانوراما نيل وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنتنال.ag شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة